هكذا قال ستيفن ترول في آخر كلماته أدعو الله الواحد الأحد أن يموت قلبي في العراق بهذه الكلمات أعلن معاد اللغة الإنجليزية العالمي في بغداد إغلاق أبوابه لإسبوعين حدادا على مقتل التدريسي ستيفن ترول وفيما نع المعاد المغدور استذكر حبه للعراق وشعبه والعمل على خدمته أكد أنه سيستأنف رسالته بعد انتهاء مدة الحداد المقررة للإغلاق بغية إكمال دورات اللغة الإنجليزية والاستمرار في نشر المحبة والسلام من أجل إعمار العراق بحسب تعبيره لم تعلن الجهة الرسمية العراقية أي تفاصيل جديدة حول ملابسات مقتل عامل الإغاثة الأمريكي ستيفن ترول الذي وصفته صحف أمريكية بالحادث النادر الذي يستادف الزوار الأجانب في العراق فيما اعتبره خبراء أمنيون بالتصعيد الخطير كونه يعيد إلى الذاكرة مشهد الإغتيالات بالكواتم وهو أسلوب تنتهجه الجماعات المسلحة ترول الذي زار مناطق العراق والتقط الصور فيها كتب يوما ما في منشوراته كنز العراق الحقيقي هو شعبه ولكنه لم يدر أن نهايته ستكون في أحضان من أحب وهوى في مقابل ذلك لاقت جريمة اغتيال ترول تضامنا كبيرا في الأوساط العراقية بمختلف مستوياتها وفئاتها الاجتماعية والثقافيات والشعبية ولتأتي هذه الجريمة الجبانة كما وصفها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني كأول اختبار أمني للحكومة الجديدة ولتثير علامات استفهام بشأن التوقيت خاصة أن المواطن الأمريكي موجود في العراق منذ 2021 وواحد وعشرين